اشتركوا في القناة امبير متر على 4 عيارات سير وصل 1 امبير سير وصل 3 امبير 3 امبير و 1 امبير نستعمل العيار 3 امبير لقياس شدة التيار المار في الدارة الكهربائية حيث توقف لابراء امام التدريجة 32 من السلم 0100 اول سؤال اوجد قيمة شدة التيار الكهربائي اذا اول سؤال اخصنا نتبدو شدة التيار الكهربائي اي اذا قيمة شدة التيار الكهربائي قيمة شدة التيار الكهربائي هي كالتالي كما تكون في الدرس انا ايش كتساوي كتساوي هي العيار المختار العيار اللي اختارنا محسو نديرو بالقياس ان هو عدد التدريجات التي تشيرو اليها الابرة نحاول ندير تذكير في الدرس امبا غالال مع حل ديال التمرين انزرو وهو عدد تدريجات الميناء عدد تدريجات الميناء محسو نديرو بالقياس اذا سنقلب على هدد ساو وعلى ان وعلى ان ظروف المعطيات جديالي اللي كنا عندي في التمرين نبدأو نستعمل العيار ثلاثة امبار اذا اعطونا الساعة طوالية ثلاثة امبار اذا الساوي ثلاثة امبار لقياس شدة تيار المار في دارة كهربائية تتوقف الابرة امام التدريجة ثلاثين اذا ان تساوي ثلاثة 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 ث زيارة الهيامية. إذا القوة قريبا. هي سوى الوصيلة. ستة وتسعين أمبار. فاهمين؟ إذا شدتها الكهربائي المار في الدارة الكهربائية وهو سوى الوصيلة ستة وتسعين أمبار. هذا بالنسبة للسؤال الأول. نقلع لها. قيناة إي كتساوي سوى الوصيلة ستة وتسعين أمبار. تخيبين. المرة هو السؤال الموالي وهو السؤال الثاني. هل يمكن استعمال العيارات الأخرى لقياس هذه الشدة. ثانيا. قلنا وش قلنا نستعملو هاد العيارات الأخرى بحال صفر واحد صفر رسل ثلاثة أمبار ثلاثة واحد وش يمكن استعملوها. شنو قلنا نحن في الدرس. شنو العيار نختار يعني دائما نختار العيار. أكبر بقليل. أكبر بقليل. من شدة. التيار الكهربائي. هاي بي. الكهربائي المراد قياسه. مراد قياسه. هالو شها الشدة تأتي للكهربائي دائنا. هي كتساوي سور وصيلة سو وتسعين أمبار. وشنا هما العيارات اللي عدينا. عدنا سور وصيلة واحد امبار. سجو سور وصيلة ثلاثة أمبار. عدنا السي. واحد امبار. عدنا وحد العيارة الأخير اللي هو ثلاثة أمبار. حدنا نجهو فين والأقرب لهذه للقيمة هذه. إذن ستروسط لها واحد بعيدة على سفروسلل سو 19. سفروسل ثلاثة هي كذلك بعيدة على سفروسل السو 90. إذن واحد أمبر كأنشوفه هي أقرب قيمة القريبة لقريبة ستروسل السو 90. وبالتالي فهذا هو العيار المناسب آآ اختياره لقياس شدة هذه هاته هاته الشدة فهم لأنه وقريبة له. ما هذا الشي مكيمين عشان أني يختار حتى ثلاثة ثلاثة أمبر. ثلاثة أمبر هي أكبر من شدة تيار الكارباي ولكن ماشي بقليل فاهمين باركند هاد واحد امبار هي كبيرة شوية على سير الرسل السوتيون بالتالي هاد هو احسن اه عيار يمكننا نخدمو به واتي مكي من عشان نخدمو تلاشة امبار اللي خدمنا بها اللي خدمو بها في التمرين هما اللي خدمو بها في التمرين حتى يقدرون نخدمو بها مفاهمين اذا اه خلاصة هاد هو احسن عيار ممكن نخدمو به و العيارات الممكنة اللي نخدمو بهم هما ثلاثة امبار وواحد امبار اذا السؤال موالي ثلاثة وحسب ضيقة القياس عند استعمال كل عيار علما ان فئة الجهاز هي واحد فاصلة خمسة اذا نبغو ضيقة القياس ضيقة القياس اشنا هي ضيقة القياس سؤال ثلاثة اذا ضيقة القياس دي لكل عيار احنا اخدمنا فقط بالعيارين سيكا تساوي واحد امبار للعيارات الممكنة او ثلاثة امبار اذا رحسبو ضيقة القياس بالنسبة لعيار الاول و بنسبة لعيار الثاني و غنشوفوش كون او فهم الاحسن الاكتر ضيقة فالعيارين يمجوش بواحد امبار وثلاثة امبار فاهمين اذا اول حاجة قصنا نعرفو شنه هي ضيقة القياس رقلتواها في الدرس للكم ضيقة القياس هي لنا نطلق نطلق طيبين هذا الارتياب المطلق اذا بالتالي خصنا ده بنحسبو الارتياب المطلق عادة باش نقسمو على شدة تيار الكهربائين فاهمين اذا اول حاجة اشنا هو هذا الارتياب المطلق شكي ساوي هذا الارتياب المطلق الدلتائي بكل بساطة هو ا في السعلة علامية الوقت شنية ا ا كتسمى فئة الجهاز فئة الجهاز وثمارين ديالنا طوالية هي واحد فصيلة خمسة هي علما ان فئة الجهاز يساوي واحد فصيلة خمسة اذا ا كتساوي واحد فصيلة خمسة والسي راقلناها قبيلة هي العيار العيار المختار اخدمو في الول بواحد امبير ومبعد ثلاثة امبير فاهمين والقسم هو هذا الشي كامل اعلامية فاهمين اذا على اطلالهم طوال كلا براكتين اذا اول حاجة سوف نحويله من تسابنا بالنسبة بالنسبة نحويل دقق القياس بالنسبة للعيار من نساب العيار سوف يعطب لعم الثلاثة امبير ومبعد الثلاثة امبير يختبرها هوا ما يحويله ارتياب المطلق هو اول حاجة ونبعد ننقذ دقق قياس يلا نحسب دقق للعراس إves pom programmes ثلاثة أمبار. إذن فئة القياس فئة الجهاز بغضون ما كتشبدلش هي واحد فاصلة خمسة. هنضربوها في السي اللي هي كما كتشوفو هي العيار اللي هنضربوها في العيار اللي هو ثلاثة أمبار ونقسمو كل شي على مياه. إذن بعدها تشاطينا دلتا اي تقريبا كتشوي سفر وصيلة سفر خمسة وربعين. سمخش. إذن نحسبو دقة القياس ليدلتا اي على اي. هي سفر وصيلة سفر خمسة وربعين. ونقسموها على اي نقسموها على اي للقينا وهي سفر وصيلة ست وتسعين. سفر وصيلة ست وتسعين. وتلقوا أن دقة القياس لهذا العيار هي أربعة فاصيلة سبعة فالبوغسون يعني في المئة. هذه هي دقة القياس بالنسبة للعيار ثلاثة أمبار. فاهمين؟ ندوز دابل العيار الثاني. بالنسبة للعيار الثاني اللي هو واحد أمبار. سنقومون لنفس الطريقة ونحسبو لي دقة القياس. فاهمين؟ إذن بالنسبة بالنسبة للعيار واحد أمبار. إذا من نسبة للعيار أمباري سأحسبوها العيار ثلاثة أمبار يحسبوه العيار ثلاثة أمبار بها. السيق وهي واحد أمبار على صفر مئة. إذن هذه الغواة تقريبا هي السفر وصيلة سفر خمسة عيار. وتلقوا الثلاثة القياس دينا وهي دلتا إعلى أمبار. ضد إعلائي ستساوينا 0.015 ونقسموه على شدة تيار الكاربائي اللي حسبناها قبيلة لسر وصلة 96 أمبار والتالي بعد الحساب ألقاو تقريبا هي 1.6% حنا حسبنا دبا دقة القياس بالنسبة للعيار 3 أمبار وحسبنا دقة القياس بالنسبة للعيار 1 أمبار بالنسبة للعيار 3 أمبار القناية 4.7% و بالنسبة للعيار 1 أمبار القناية 1.6% إذن السؤال الأخير اللي يبقى عندي وما هو أحسن عيار ليكون القياس أكثر دقة كما كنت شوفونا عندنا دقة القياس بالنسبة للعيار 3 أمبار 4.7% و بالنسبة للعيار 1.6% دائما العيار اللي يعطينا أكثر دقة واللي عنده دقة القياس لنسبة لدقة القياس أصغر فاهمين والتالي في نوع العيار مناسب هو هذا فاهمين أن أكتبك خلاصة اللي هو وهو واحد أمبار هذا هو أحسن عيار نخدمه به لأن هناك يكون ساعة هذه التمارين دي أنا تلقوا في التمارين جالج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر